في فيديو على صفحة موقع قناة العروة الوسقة ومن خلفه شعار حملة حزب الله الانتخابية باقون نحمي ونبني يظهر الشيخ المعمم نظير جشي في مقطع مسجل من محاضرة دينية يتناول فيه مسألة حزب الله وإنجازاته أعداء الإسلام وصورهم ومن بينهم حزب القوات اللبنانية حزب القوات اللبنانية المدعوم من الصهيونية والوهابية يعني بدوا يخلصنا هو هيك طارح شعارات شو بقول فينا وفينا وبدنا أو شي من نوعيك يعني بدوا يخلصنا يريدوا أن يخلصكم ممكن معقولة نعنى سيخلصكم تأكدوا أنه لح يخلصكم ولكن سيخلصكم من عزتكم وكرامتكم سيخلصكم من شهامتكم وغيرتكم في الدقيقة التاسعة من الفيديو عينه يسأل جشي الحضور الوهمي من كان يريد أن يرى بناته على شاطئ جوني والمعاملتان يروح ينتخبهم هذا كل صراحة اللي بدوا يشوف بناته على شاطئ جوني والمعاملتان وأب صروان وجباله يروح يتفضل يروح ينتخبهم ما يأصر من كان يريد رؤية أبنائه في بيوت الدعارة والمخدرات كمان يروح ينتخبهم ولكن ولد التطقيق في الفيديو المذكور يتبين أن الخلفية التي تحمل شعار باقون نحمي ونبني مركبة اثمت الاستعانة بها من موقع الخنادق كما أن يد الشيخ تختفي أحيانا في الخلفية المركبة الجديد سألت المراجع المعنية في حزب الله عن الشيخ المحاضر وقد أكدت الأخيرة أن لا علاقة لها بالمدعو نظير جشي مطلقا وهو كان قد حاول التواصل مع مسؤولين في حزب الله للقائهم في فترة سابقة إلا أن الأمر جوبها بالرفض توجهنا بالسؤال إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ليتبين أن الأخير سبق وأصدر بيانا حذر فيه من الدعاءات جشي كاشفا أن الشيخ منتحل صفة لم يعمم في لبنان درس في حوزة إيرانية حيث عممه شيخ هناك على حد تعبيره لديه الكثير من السوابق سجله الجرمي زاخر منذ السبعة عشر من عمره مشبوه ومتهم بتوزيع أعمال غير شرعية وتنظيم احتفالات مدفوعة في البقاع ومناطق لبنانية أخرى الجديد تقصت عن السجل الجرمي لجشي المولود في جوية جنوب لبنان عام 82 بحقه 12 محضرا نتيجة مخالفات شكات من دون رصيد عملية سلب وطعات مخدرات مذكرات توقيف تزوير واستعمال مزور أحكام بجنح سجن مرات عدة وصلت أحداها إلى ثلاث سنوات وهم طلوب حاليا بجرم الإحتيال فماذا يقول جشي عن موقف حزب الله والفيديو والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وسجله العدلي حزب الله مش حزب صغير بل هو أمة حزب الله وليس حزب الله كمؤسسة وكشركة حزب الله بل أكد مش يعني هو أمة حزب الله بالدرجة الأولى هيدا الفيديو اللي انتشر هو استغلال لمقطع صغير من كلمة أنا حكيتها بقاعة موجودة عندي إذا كانت تعبر عن رأي حزب الله بالعلن أو بالسر هذا موضوع آخر الفيديو ما في إساءة أبدا لا لدين ولا لمعتقد ولا لجهة بل هو في توضيح هذا التوضيح فيك تقولي أختي الكريمة الفارق ما بين بيئتنا ما بين قناعاتنا ما بين تفكيرنا وتفكير غيرنا اخترت هذا الشعار لأنه هذا الشعار هو هو نفس كل إنسان حر وشريف ونحن مع هذه الحملة الانتخابية ومع هذه الجهة بالانتخابات النيابية سجنت عدة مرات في بحقك دعاوة تزوير أنا المعيز لديت سؤال تتقاليني إياي حدثتك شايف معمم يعني تصبق إلى الأصلاح في الدين كيف بدي أنا أحكي عنهم هدول حاضر بالعفة وبالأخلاق وأحكي عن التعارب وأنا في عمتن هذه الأمور هذا الحكي لقدامك مش صحيح مش صحيح ولا بايش نكم الأشكال وهيد المقابلة إذا بدك تتخلي فيها هذا الموضوع فلاح يصير في حاكة تانية إذن هذا هو نظير جشي معمم من أصحاب الأسباقيات الجرمية انتحل صفة رجل دين ليستخدم المنبر للتحريد والفتنة وعلى الرغم من معارضة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكلامه حاول كثيرون إدخال الفيديو السفيه على المنصة الانتخابية رفع قيل قناة الجديد